الغازات الزايدة عبارة عن ايه? الغازات الزايدة عبارة عن طعام تخمر ولم يمتص. دلوقتي الاكل الدخل جوه اتفرزت عليه انزيمات هاضمة. فبدأت يطلع منه غازات. انت عارف لو انت درست تحلل السكريات مسلا. تحلل السكر اللي هو سيكس. اللي هو اله اللي هو فيه سي سيكس ده. بيتحلل في الاخر الى سيتو اتش فايف او اتش. اللي هو ايه? حاجة اسمهاك حل. وسي اوتو. اللي هو غاز. فده غاز وده غاز. الغازات كل ما يتحلل الاكل الغازات تكتر. يبقى كل ما يتحلل الاكل الغازات ايه? تكتر. حلو? الغازات تكتر في البطن المفروض ان الغازات دي لها دور. لكن لو زاد عن حدها ملهاش دور. هل الغازات لها دور في الهضم? ايوة. الغازات لها دور في حركة الامعاء. لان حركة الامعاء عشان الاكل يمشي كده ويمشي في اتجاه واحد فيه تلات حاجات بيأثروا فيه. اول حاجة اسمها الانتستاين الموتيليتي او حركة الامعاء البرستالتك موشن. فحركة الامعاء العاصرة بتتجي الحركة من فوق لغاية الشرك. في اتجاه واحد. لو انعكست الحركة يحصل ايه? ترجيع. واضح? يبقى او الحركة الدودية للامعاء بتمشي الاكل في تجاه واحد. يقول ايه? المسل كونتراكشن. فيه المسل وفيه سيركولار مسل. يبقى العضلات دي بتقفش فبتعصر. تقفش تعصر. خلاص? فيه حاجة تاني بتحرك ده الغازات. لان الهوى وعندنا الهوى في الاخراج مهم جدا. قبل الاخراج لازم يطلع هوا. ولازم بعد الاخراج يطلع هوا. والهوى ده مهم جدا يا جماعة لو انا ديت له واحد مخدر او العمليات. لو الدكتور ادى للمريض مخدر ما يقدرش يتسيب المريض ويخرج ويمشي الا اذا? الا اذا ايه? ها? لازم المريض يطلع ريح. اول ما المريض يطلع ريح المريض الدكتور يسجد على طول ويشكر لله ويروح ماشي. طبعا انت لو يطلع ريح وانت قاعد يعني مش هتشكر الله ولا حاجة اول ايه? صح ولا لأ? لكن شفت بقى ان خروج الريح ده مهم جدا ازاي? يبقى قبل خروج الفضلات في ريح. وبعد خروج الفضلات لازم تتأكد ان في ايه? ريح. لو ده ما تمش يبقى انت ما معندكش اخراج كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان مهندس عبدالعزيز رمضان. ندير قناة محبي دكتور جودة محمد عوات. هاخدكم في جولة سريعة هكلمكم فيها عن احد من المشاريع اللي يشارك في تنفيذها. وكان من اهم المشاريع واشهرها في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي. وكمان في المفاجأة هلوكم عليها في نهاية الموضوع. انا مهندس مدني. وفي عام الفين وستة سافرت السعودية. هناك شاركتي في تنفيذ مشروع الساعة. مشروع كان عبارة عن بورج الساعة وحاول المجموعة من الابراك. وانا شاركتي في تنفيذ احد هذه الابراك. والحقيقة ان بورج الساعة مر بعدة اقتراحات لحد ما وصل لشكل حالي. وفي عام الفين وستاشر. في مصر. وبلاد في العمل الحر. واستجابة الاشعار هي نعمل اللي رفع علينا الجليل للدكتور جودة محمد عواد. طبق مشاركة العادة من الدكاتة المهندسين والاستشارين. ومكاتب هندسية ذات خبرة كبيرة في المجال انشاءات والتشريبات. اتفاقنا على عمل عدة مبادرات. المبادر الاولى شط بشاعتك بساعة التكلفة. المبادر التانية ابن شاعتك بساعة التكلفة. وهتستفيدوا ان اي عمل هتم متابعته من خلال المجموعة من الدكاتة المهندسين والاستشارين. ومهندسين ذات خبرة كبيرة وبنفس ساعة التكلفة. وهيتم تنفيذ المبادرة في عدة مناطب بالقاهرة والجيزة. وستة اكتوبر والفيوم. ويوم بعد يوم هنزود الاماكن. وكل التفاصيل هكون موجودة اسفل فيديو. وبنسبة المشاعة الكبيرة فاحنا بنرحب بها وهننفزها في اي مكان في مصر. وكمان بنرحب بالتعاون مع اشركاتنا العربية. اللي حابين يشتروا شواء في مصر. ويشتروا على التواصل الخليجي. فبنرحب بالتعاون مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في الخليج العربي في مجال التواصل من الانشاء والمعماري. ولو حابين تعرفوا التفاصيل اكتر. كلموني على الرقام الظهر امنكم. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى الغازات لها دور ولا ملهاش? لها دور. بس هنا بقى طول ما نقعد اكل في نفسي. والمواد السم عملها تنزل تهري بدني. والاكل عمل بالسم الهاري. وفي ناس بقى بتحب تعمل مشاكل كلها وايه في الاكل. يعني في ام صالحة كده والعيال قاعدة تاك. شايف? الواد ده ما عملش الواجب النهاردة. والتاني ده قطع مش عارف ايه وده قصر الزهور. كل البلاوي السودة بتتحكي اسناء الايه? الاكل. طبعا الاكل ده ينزل بالايه? بالسم الهاري. لان الاكل ده نزل كده عمال يقطع في المصارين. يعني الاب يقول يا رب بصطر يا رب بلاش يعني يعني بلاوي بتر من كده. والعيال تقول يا رب بصطر احسن الاب يروح شايل الايه في الاخر الاكل ورميه في الارض. ما ينفعش طبعا ان ام صالحة تحكي اه لجزة المشاكل كلها اسناء الايه? الاكل. هل ده بيحصل? بيحصل? المفروض ان احنا على الاكل ما نحكيش اي حاجة وحشة. او واحد ما سنقعد يحكي لك بقى الناس اللي بيترجع وشوفت مش عارف ايه والمجال. واحنا بناكل. واحنا بناكل. يعني فيه ناس ما بيقصرش فيها الكلام ده. يعني انا كنا في المشراحة في كلية الطب. واخبالك وجسس جنبنا. ها? جسس. والعيال بتوع بتوع المشراحة عاديين يكل. وطبعا يلاقي المريض مسلا نحرك دراعه كده وحوته وكده. وهو قاعد عادي يعني شيل دراع يعني حتى مش مفروض ان انا اكل عند المقابر. اذا رأيتم احدا يأكل عند المقابر او يضحك. فاعلموا انه ايه? يعني ميت القلب ما تروده من رحمة الله. لكن انت بتلاقي ناس كده وجوهها والعيزة بلا نحس. تلاقي عادي المقابر كده تاكل وتشرب وتلعب وتلعب ما ينفعش. ما ينفعش.